قامت المجموعات الخاصة بحملة أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بنشر تعليمات لأنصارها بوقف تحرير التوكلات التي قامت الصفحة الرسمية للحملة بالإعلان عنها ذلك بعد ضبط عدد من الأشخاص يقومون بتحرير توكلات مزورة هذا وانتقدت أحزاب الاجتماعي الحر وحزب الإصلاح والنهضة والعرب الناصري المحاولة الفاشلة لأحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخفض انتخابات الرئاسة مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفي هذه الأثناء صرح مصدر أمني أنه تم ضبط ثمانية أشخاص بنطاق محافظة الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارية وقد عثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم عرضهم على النيابة العامة